وأكدت رئيس ملتقى شباب الأعلام العربي دكتورة هويدا مصطفى في لقاء خاص للتلفزيون المصري أن الملتقى يهدف لإتاحة الفرص للشباب للنقاش مع الخبراء والأكاديميين بشأن مختلف قضايا الإعلامية مضيفة أن كافية تأهيل الشباب لسوق العمل كان من بين أهم أهداف الملتقى عبر العديد من الفعليات الهدف من هذا الملتقى هدفين هدف يتعلق بإتاحة فرص للشباب أنهم يتناقشوا مع الخبراء ومع الأكاديميين ومع المهنيين في مجال القضايا الإعلامية المختلفة اللي هي مطروحة على الساحة أيضا أن هي الجزء المهم جدا كيف يتم تأهيل الشباب لسوق العمل وده اللي إحنا بيهتم به الملتقى من خلال مجموعة من الفعاليات تتعلق بورش تدريبية